جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شخص فالح مرضة المرأة الرجال وخدمتهم كما لكرت هذه المستمعة في الطيران وخدمتهم أيضا في الفنادر وكأن دينها قد أباح لها ذلك لعل لكم إضافة قلنا إنه واجب على المسلمين أن يكيفوا أعمالهم بحسب أوامر دينه ومن ذلك بل من أعظم ذلك أمر النساء عليهم أن يجعلوا عمل النساء في محيط النساء وخدمة النساء في المستشفيات في أي مكان يكون فيه عملها مع النساء وفي خدمة النساء تمريضا وعلاجا وغير ذلك من الأعمال التي يرتادها النساء وأن تترك أعمال الرجال للرجال وهكذا يتطابق الحكم مع ما شرعه الله سبحانه وتعالى فللرجال أعمال تليق بهم وللنساء أعمال تليق بهن وعلى المسلمين أن يولوا كل جنس ما يليق به من الأعمال مبتعدين عن الفتنة ومبتعدين عن تبذل المرأة ومبتعدين أيضا عن تكليف المرأة ماذا تطيق فإن تكليف النساء بعمل الرجال هنا ظلم ومشقة على النساء وإهدار لمصالح كثيرة تفوت من إشغال المرأة في غير مجال عملها من القيام بالبيت وتربية الأطفال واستقبال الزوج في البيت والسكن الزوج إليها كل ذلك يفوت بإشغال المرأة بعمل لا يليق بها ولكنها تعمل في بيتها وهذا هو بالدرجة الأولى من وظائفها وإذا كان عندها مزيد وقت وعندها خبرة تستغل خارج بيتها في أمور تتناسب مع النساء وفي محيط النساء نعم نعم